من نفحات رمضان وقد جعل الله الأيام والليالي خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وخزائن يستودع فيها الصالحون أعمالهم الصالحة وقد جعل الله الأيام والليالي أفضل من بعض كما يريد سبحانه وتعالى ويشاء والسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بالطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد فيها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات هذه مواسم الخير العظيمة هذه العشر العظيمة هذه ليلة ثلاث وعشرين القادمة وما بعدها ولازلنا في المضمار لازلنا في مضمار السباق هذه خراصة رمضان هذه زبدته هذا تاجه هذه سوقه العظيمة التي يتنافس فيها الصالحون ويجتهد فيها العابدون ويتحرون فيها تلك الليلة العظيمة التي هي أفضل من ألف شهر اقتذاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعظم هذه العشر ويقدر لها قدرها ويعتكف فيها ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله وهكذا كان السلف يعظمون هذه العشر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بأهله اهتماما عظيما وكان يوقظ من يطيق القيامة لا يتركه بل يوقظه وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يجود فيها أكثر من غيرها والخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها وقد قيل إن هذه العشر أفضل من العشرين مجتمعة وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس وقد أحرز السلف وقصب السبقي في مضمار السباقي والتنافس على الخيرات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالبقرة والنساء وآل عمران وكذلك كان الصحابة يطيلون القيامة حتى يعتمدون على العصي من طول القيام والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو قيام الليل حضرا ولا سفرا وقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ليت شعري يعني بعض الشباب الذين يجلسون على له لعب حتى لو كان مباحا حتى لو كان مباحا أي غبن وأي نقص وأي خسارة عندما تفوتهم هذه الليالي الفاضلة وبعضهم يقول نذهب على الدعاء فيأتونا الصلاة في آخرها قيام الليل في آخره يقولون نلحق الزبدة وكأن خلاص يا أخي ما مضى من القرآن من قيام الليل بالقرآن أفضل من قيام بالدعاء ما مضى من صلاة التراويح والقيام بالقرآن أفضل من الدعاء الذي فيها ذاك كلام الله ولذلك لا تفوت ولا تقول أجي على الأخير ابدأ من أول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وقد وصف الصالحين بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الآن زمننا هذا مع الكهرباء وهذه الملهيات صار أكثر الناس لا يهجعون بالليل وقليل من الليل ما يهجعون لكن ماذا يفعلون بالوقت الآخر هذا الفرق بيننا وبينهم وقتاد ينقل عن عامر بن عبد قيس لما بكى عند احتضار قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ضمأ الهواجر يعني صيام الصيف الطويل وقيام الليل قيام الليل قال الأوزاعي من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة كانوا يحيون الليل صلاة وقرآنا وبكاء كان موضع السجود رطب للدموع إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهر فاعلم أنك محروم كبرتك خطيئتك كما قال بعض السلف وهذا الذي كان يقوم وفي رجليه عروق خضر من طول القيام وهذا قالت بنت الجار بنت لجار منصور بن المعتمر يا أبتي أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة قال يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل لما مات البنت فقدت الخشبة هو ما كانت خشبة كان منصور وكان بعض السلف يقومون قياما عظيما حتى أن بعضهم كان إذا يعني بعد القيام يتجع على ظهره ويرفع رجليه على الجدار ليرجع الدم من طول القيام يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كان عطاء الخراساني يحيي الليل ثم يخرج رأسه من خيمته ويقول يا عبد الرحمن يا هشام يا فلان قيام الليل صيام النهار أيسر من لبس الحديد وشرب الصديد وأكل الزقوم النجاء النجاء اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن تكتبنا من القانتين المقنطرين يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة